اهلا بكم خلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن علامات بتدل ان الراجل ده معجب بيكي يعني لو انت لسه في بداية علاقة مع شخص راجل شخص راجل وعايزة تعرفي اذا كان هو معجب بيكي ولا لا او سبيشل لرجاله مش سهل بينه مشاعرهم زي الستات بيتأخروا شوية قبطاء شوية هنا اقولوكم شوية علامات دي لو موجودة في علاقتك مع الراجل ده تأكدي بنسبة مليون فيما ان هو معجب بيكي وانه فيه مشاعر قوية جدا جدا نحياته طبعا رجالة مش زي يعني الرجالة في بداية العلاقة بيبقوا بوطاق شوية ان هم بيبقوا عقلانين الستات بيبقوا اموشنال اكتر احنا النهاردة هغششكو ازاي تعرفي ان الراجل معجب بيكي فعلا ولا لا يعني مثلا ما تكونوا في بداية علاقتكو لسه متعرفين على بعض مثلا وخاصة ان ما يكون حواريه بنات كتيرة يعني الراجل ده بيبقى مثلا ايم ناس مع الناس جنتلمان كده وتو ناس مع الناس كلها طيب العلمات الديرة لو انت ركزتي فيها هتلاقى هتأكدي مليون في المية ان الراجل ده موجب بيكي رقم واحد بيتصل بيكي كتير وبيتصل بيكي كذا مرة يعني مثلا ايمي كرامته مش بتنقى حليبة اقول هو يكلمك مرة ويتقل ويستنيك يتكلميه تانى يعتقد أنه یعنى المتحول على البدء ابتدل الى اتصل مرة لا ترد الشامس يبرعهم عليك كثيرة هما لا يدفعه فتتوفي يتواصل معك كثير جدا وهو الذي يبتدي التواصل يقولك هم توازل على البدء خلالك من يجي نعمل كذا ويخترح عليك ان هو يشوفك وتكيبان يعيش أنه يدعو بك فيانتهز أي فرصه ان هو يقدر يشوفك فيها ويجبان يجب ان يشوفك عيش يشوفك على طول وقعت advisor وحات روساكنا بعيدة منه تلاقيه بقى يقولك ايه ده انا كنت في مشوار جنبوك وكده في الشيخ زايد فقررت ان انا يعني ايه قريب منك فقلت شوفك فين هو اصلا جاهي مخصوصا علشانك على فكرة بيعملو كده كده كتير او يعرف ناس كتير بيعملو كده فعلا فهو تلاقيه بيتلقك وعادي شوفك كتير يعني اي فرصة ان هو يشوفك فيه هيقولك طب ميه ده اشوفك او انت توريه ان انت قريبا من منطقته وقريبا من شغله بالصدفة ممكن ممكن تكونيش اصلا قصدك حاجه يوم هو اقيدلك طب ميه ايه رأيك ان انا اشوفك او عايز اشوفك وهينتهز اي فرصة في الدنيا عشان يشوفك ده رقم واحد رقم اتنين ده رقم يعني قلت واحد واثنين رقم تلاتة هتلاقيه بيفتكر كل تفاصيلك الهبلة الهبلة ازاي يعني معلش صار يعني مش قصد البنات هبلة بس يعافين بنات ده بيحاسوك على حاجات غريبة شوية لما تكون انت بتحكي تفاصيل غريبة كده غبية يعني تفاصيل مش مهمة تفاصيل تفهة تلاقيه بيركز اوي في التفاصيل دي ممكن كمان من كتر اهتمام ايه يسألك في التفاصيل ملاش اي 30 لازمة اصلا بالنسبة له بس هو هيكونسدر وغير كده بقى ممكن بعد فترة تلاقيه فاكر التفاصيل اللي انت حكيتي فيه يعني فاكر كل تفاصيلك وكل قصص اللي انت حكيتيها حكتين يعني ما زران قصص صغيرة جدا انت بتخافي من القطط فتلاقيه لك خلي بالك عشان في قطة يعني انت بتخافي من القطط دي مش موضوع كريتكل قوي عشان راجل يفتكره لا هو هيركز بكل تفاصيلة وكل كلمة انت بتقوليها بالنسبة له هي كلمة مهمة فمسا دي بخاف من القطط بخاف من الكلاب بحب القهوة بكره القهوة بحب النسكافيه اي تفاصيلة هتقوليها اي تفاصيلة مهمة بالنسبة له وهيركز اوي 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 انا بقف فيها رقم اربعة دايما هشجعك لأي حاجة نفسك فيها الراجل اللي يعني المعجب بيك هيبقى بشجعك باستمرار عايزك تحقق اي تموخاتك واحلامك وامالك عايز يدفعك للامال ودي بداية حب على فكرة يعني دايما الشخص اللي بيحبك او معجب بيك هبعايز نشوفك باحسن حاجة عايزك تحقق كل حاجة نفسك فيها يعني مثلا لو بتعملي project معين يعديلك افكاره ممكن يعمل search ويبعدلك كمان افكاره هتلاقيه بيكتهد ان هو بيساعدك كمان يعني دي رقم خمسة يعني مش بس بيشجعك لا ده كمان هيساعدك ان تتحقق حلمك يعني هيشجعك emotionally وهيشجعك بالكلام وديك motivation وكمان لو في ايده اي حاجة يقدر يساعدك بها مش هيتأخر بالعكس هيبزل مجهود اكثر من رائع علشان خاطر يخليك موسوطة ويخليك عشان خاطر يخليك موسوطة علشان خاطر يساعدك ان انت توصلي الحاجة اللي نفسك فيها فدايما هيبقى حابب ودي علامة ان هو الراجل ده مهتم بك بجد وعايز يكمل مشواره معاكي طيب الحاجة التانية بيحب يشوفك كتير يعني بيحب يشوف صورك يعني دايما يقولك ايه ده ابعتلي صورك تقوليه انا كنت خارجة مع كذا كذا واتبسطت قوي عملت كذا كذا يقولك طب ايه رأيك طب ايه رأيك ايه رأيك تبعتلي صورك فدايما عايز شوف صورك دايما يعني هيبقى interested جدا نشوف صورك في كل الاوقات وانتي لابسك عجور وانتي لابسك ايه راح احافل اقوليه ايه ده طب وريني هتلبسي ايه او هتواريني انتي 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 ايه اللبس اللي هتلبسيه هيبقى مهتم قوي يشوف صورك وايبقى مبسوط لما بيشوف صورك مبزقش خالص من صورك وتلاقي مركز قوي قوي عندك ع ويركز مين عملك لايك ممكن يسألك اسئلة زكية كده اللي هوا من فلون دا بيركز قوي قوي في السوشيل ميديا وتلاقي بيدخل وييركز ما ايه كليون بيدخل كده شوفك انت عملتي ايه؟ بيتشوف تلك كل الاكشن بتاعتك عالشوشل الميديا ومش بس كده بيركس كمان مين بيعملك لايك ومين بيعمل الكيش مش عارفة كومنس ومين والصورة دي ازاي ده يرد عليك رد معجبوش قوي يعني بداية غيرة ودايما بس يعني في الاعجاب مش بتبقى غيرة قوي يعني ممكن دي ما تبقاش علامة مش هقول دايما شخصا مبقى معجب بشخص هيدايق بس مش هيبين يعني بس مش هتبرها علامة طيب علامة رقم سبعة بيعبر عن اشتياقه ليك انا انا اقول لكم حاشتيني ليك وحشة مش هفتكيش من زمان اي ده ده انا يعني هيعبر عن اشتياقه كده هيبقى مبسوطة ما بيقولك وحاشتيني هيبقى مبسوطة ما بيقولك هاي ماسيو افتقطتك يعني لما كنتيش موجودة في الخروجة كان ملهاش طعم فدايما هيعبر على شو قوليك علامة رقم تمانية البودي لانجوج بتاعته يعني في البودي لانجوج بتاعته دي هنعمل لها حلقة يعني اوعدكم هنعمل حلقة اسمها علامات البودي لانجوج وما يكون راجل موجب بيكي بس البودي لانجوج يعني مع عينه دايما هيحس ان هو عايز يبص في عينيكي كل ما هيبص لك هيضحك الراجل ده كل ما هيركز في عينك هيبتسم هيبتسم دي حركة لايرادية من ال subconscious mind بتاعه أو عقله اللواعي لأنه مبسوط أنه هم شايفك فدايما كل ما هيبص فيك وهيركز هتلاقي بيبتسم دي علامة مهمة جدا جدا علامات لغة الجسد كتير قوي فهنعمل حلقة لوحدة عن لغة الجسد في حاجة تانية أنه هو كمان بيقلت حركات جسمك بيقلت حركات جسمك ازاي يعني تلاقيكي بعقله اللواعي حطيت يديك كده هو يحطت يديه كده في حركات ال body language بتاعتك هو هيعمل لها mirroring أو هيعكسها بطريقة غير إرادية وده هو عايز يحسسك بالأمان أو عايز يحسسك يعني يكسب ثقتك فيه أو بيخلق كده chemistry ما بينكو فهو بالعق يعني هتحس أنه هو كل ما بتعملي حركة أو بيقلت طريق كلامك بيقلت أسلوبك يعني مثلا أنت بتقولي ماشي تلاقيه هو كمان بيقولك ماشي مثلا تقولي له في حركات كده body language كده أو طريقة كلام معيات بيعملها عشان هو عايز يبينلك أنه هو مهتم بيك فيه نقطة مهمة أوي أوي بردو لما يكونوا مع بعض بتأكد الرجل ده معجب بيك he is not interested about his phone يعني التليفون ده بيرمي أنا أتراشه هقولكو على حاجة أنا أنتو تعرفون ومبسوطة في الخروجة ومش مبسوطة في الخروجة صحابي بيعرفوا لما يلاقوني ببوست وبعمل بوست على الحروب السوشيال ميديا أو برد على الكومنتس وأنا خارجة يبقى أنا مش مبسوطة في الخروجة أما لما يكون مبسوطة ومتعمكة في الخروجة برمي التليفون أصلا ما بمسكهوش فبالتالي الراجل لو معجب بيك مش هيمسك تليفونه أصلا وهو معاكي مش معنى ذلك إنه خايف تجي له message أو خايف حد يبعات له حاجة لأ علشان هو أو أي حد في الدنيا مش مهم طالما هو معاكي أنت عارفين أنت لو ما يكون حد معاك بيغنيك عن العالم كله ولا أنت عايز تصوشيال ميديا ولا عايز تعمل حاجة هو يعني ذوان أنت مع ذوان وخلاص مش عايز تمسك تليفونك تاني مش عايز مش عايز مش عايز خلاص أنت مبسوط كده وانت معايا فمش عايز ما بيش أي حد تاني يلزمك أصلا طول ما أنت معا حاجة تانية برضو علامة تانية أن هو دي ما هيبقى انترستد يعرف تحركاتك يعني إيه دا أنت خارجة النهاردة بيجاد دولا طب إيه دا خارجة مع مين هيبقى عنده فضول كده أنه هو يدخل في تفاصيلك كده ويعرف إيه اللي بيحصل يعني إيه دا أنت راحل جيم مين هيوصلك طب إيه دا أنت مش عارفة ولو قولك أسماء كده رجالة قدامه هيبقى انترستد هو مين دا دا زميلك وتلاقيه بيسأل من بعيد دا قوي عشان ما تحسيش اللي هو إيه دا بييروح معاكي ورازم طب كوايس كوايس مين بقى عمر دا فلو جبتي سيدة أي رجل قدامه الموضوع حال في تنتباهه وهيسأل عنه مين دا فهمين أما لو هو شخص أو بيعتبرك صديقته إن شاء الله تجيبي سيدة مصر كلها هو معاك براحتك انت حرة يعني حتى لو احنا صحاب انجو يور تايم أما هو لو انترستد أو معجب بيك لأي اسم هيتقال رجل أو ذكر هيتقال قدامه هيلفت انتباهه ممكن يسألك بطريقة انديركت لأنه مش هايزين حاجة بس ألك بطريقة كده هيلفه ودوره هيسي علينا بس احنا على مين نحن برضه هنجيب البادي بتاعته الحاجة التانية برضه انه مش بيزهق منك مش بيزهق منك يعني ممكن تقول تكلمه ساعات وساعات 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 هم مش بيزهق يعني دايما تحس ان هو عايز حتى لو وراه شغل ممكن يأخر الشغل شوية يتأخر على الشغل يبقى نفسه ينام وهيموت وينام ومنامشي من الساعة 7 الصبح وتعبان جدا جدا ومثلا انتي خلاص مصهللة واحدة مثلا فاضي ما بتشتغليش بتصحي الساعة واحدة الضهر تلاقيه عادي يرغي معاك مع انه عنده شغل الصبح حيصها الساعة صبح صبح وبينسى خلاص عادي يرغي معاك فهو مش بيزهق معاك ودايما الوقت ما بيعديش بسرعة معاك يعني هو دايما حاس ان الوقت بطيء بطيء يعني الوقت بيعدي سورك الوقت بيعدي بسرعة قوي قوي يعني نفسك فيها يعني هيبقى ان هو يخليك تتحكي خليك موسوطة يخليك سعيدة ودي حاجة بتسعيده يعني كل ما هشوفك موسوطة وسعيدة يعني سعدتك جزء من سعدته هتحس ان هو دائم عنده او هدف عنده ان هو يخليك موسوطة ويخليك سعيدة اي تاني اي تاني اصلا مش بكتب نقطتين عشان من ساهمش دائما بنساه بس فيها اتاني عايز اقولها برضو ايه يا راسا ايه اه مثلا هتلاقيه بداء لما لقيك لبس دائم مش عارف ايه يعني لو انت لابس حاجة اوبر هيعلق يعني 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 ايه دا البنطلون دا مش عارف ايه ايه دا قصيرة شوية ايه صورك مش عارف يعني مش عارف حاجة يستمتع بيك غيره هو فدائما انا هعلق على لبس هيعلق مثلا عفكرة دا اوفر شوية مش عاجبني يعني ما تخرجيش بيتاني او ما تلبسهوش تاني علشان انا مش هقولك انا بداي بس اقولك بشكل ملفت عشان كيف بشكل عشان يعني فدائما هتلاقيه يركز في لبس مش عايزك تكوني منتقدة مش عايز حد ينتقدك مش عايز حد يتبقي ملفتة هو عايزك تبقي ملفتة ليه هو بس وهكذا هو الرجل معجب بيك قلولي بقى ايه العلامات اللي حصلت معاك وقلولي يعني ايه العلامات اللي انتم شفتوها مسلا قبل كده وتعرفوا ان الشخص دا معجب بيك ولو في حاجة ننسيتها وقلوها لي برضو تحت عادي جدا انا بحب استفيد منكم تانكيو بحبكم اوي اوي اتمنى الفيديو كون عجبكم الفيديو دا غش للبنات عشان بقلي كل فيديو هات بغش رجالة فالبنات قالوا لي ايه دا عشان تبقيت بتشجعل رجالة ضدنا كلا وابدا وابدا فانا معاكم والفيديو دا تشجيع للبنات طبعا I'm sorry for the network عشان دا live وانت عارفين قصة live بتاعتي دي انا عندي طموحات كتيرة جدا يعرف بقى احنا هنجمع تبرعات للقناة قريب ان شاء الله عشان نعمل استوديو كبير ونجيب كاميرا فتبرعه للقناة شكرا بحبوكو جدا جدا هسيبلكو فيديو هنا فوق تفرج عليها على اليوتيوب وقلولي انتو تفرج عليهم من فين تحت في comments وحكولي ايه اكتر علامة بتحس ان الرجل دا موجب فيكم بين كل العلامات او اكتر علامتين او